المركز العالمي لمجلس الوزراء أصدر تقريراً تزامناً مع الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم تضمن أهم المشروعات التنموية واللي نفدتها الدولة في سينة منذ عام 2014 بلغت التكلفة لما تم إنفاقه في أعمال التنمية والتعمير والبناء 600 مليار جنيه للمزيد من المتابعة هيكون معنا عبر سكايب وعلى الهواء مباشرة الآن دكتور فرج عبدالله الباحث الاقتصادي بجامعة سويس ألدين ورحب بيه صباح خير يا دكتور أهلاً صباح النورة حضرتك بسرعة مشترين صباح النورة محمد صباح النورة شاهناس أهلاً يا فانتم بحضرتك بداية مهم جداً نتكلم عن جهود التنمية في سيناء الحبيبة الجهود كانت بداية طبعاً من مكافحة الإرهاب وصولاً إلى تنمية كل قطاع موجود في سيناء من بنية تحتية وصولاً إلى كل المؤسسات اللي هيتم هناك إنشاءها عشان يكون فيه خدمات يعني موثقة موجودة لكل القائمين والموجودين من أهلنا في سيناء كيف ترى يعني تلك الاستثمارات والنهوض بسيناء في الفترة القادمة بإذن الله نعم هو يعني سيناء الحبيبة تمثل نحو 6% من ساحة مصر الكلية يعني هم مشت إلى يعني في يعني عقود ولكن اللي حصل من 2014 حتى 2020 يعني بما ثابت اللي حصل من العبور 73% لحد قبل تولي السياسة الحالية وبالتالي بنلاقي حجم التثمارات ضخم جداً تمثل في تنمية شاملة إن كانت دنيا تحتية أو إنشاء يعني أعمار كامل لسيناء وده يمكن هو أفضل خيار وأفضل وسيلة لمحاربة الإرهاب هو تعمير الأرض نفسها بالمطريين وستمح لهم بشكل يعني تعميق العمق الحضاري يعني الخروج من الواد الضيق حول النيل والدلتا إلى يعني أنحق مطر كلها يمكن بقى بنشوف بقى اختلاف نمط مختلف من التنمية ما بنلاقيش بس هو عمران فقط متمثل فيه وحدات سكانية ولكن بنلاقي جامعات جديدة بنلاقي مطارات بنلاقي مواني بنلاقي مناطق اللوجستية جديدة بنلاقي خمس يعني أربع أربع أنفاء زائد يعني طيب دي نقطة اللي كنت هسألك فيها طبعاً فكرة حضرك بتتكلم دلوقتي على أنه فيه جامعات وفيه استثمارات وفيه قطعات خدمية وهذا مفهوم التنمية الشملة وأيضاً مفهوم التنمية المستدامة لكن علشان يكون فيه تنمية حقيقية الشرط الأول دائماً أن يكون هناك فيه شرائين اتصال أو يعني طرق ممهدة بنية أساسية جيدة حضرتك تقدر تنتقل من سيناء إلى كل مكان ومن كل مكان تذهب إلى سيناء بسهولة عشان حركة البضاءة وحركة الناس وغيرها الأنفاق اللي تحت قناة سويس التي أضيفت إلى نفق الشهيد أحمد حمدي عندنا كمان كبرى السلام لكن دلوقتي عندنا عدد كبير من الأنفاق أيضاً الطرق التي أنشأت داخل سيناء والمؤدية بمحاور الاتصال إلى خط القناة يعني هذا أعتقد أنه أمر يجب أن يلقى الضوء عليه دكتور نعم هو يعني الطرق بمثابة الشرعين الرئيسية والأوريدة الرئيسية لحركة المواطنين والسلع والخدمات يعني هي أدوات ربط حيوية جداً يعني لو قررنا قبل 2014 وقررنا وقت 2020 فبنلاقي أنه مضاعفة الطرق والأنفاق والطرق الرئيسية كمان جوه سيناء وبداخل عمق صينة وبتالي هو بمثابة إشارة للبدء فيه واستقبال حجم كبير جداً من الاتصمارات في هذا المرحلة اللي جاي يعني نحن بنتكلم دلوقتي في 2020 لو بنتكلم على 2030 إن شاء الله فتريباً متوقع جداً يكون فيه مضاعفة له حجم الاتصمارات اللي موجودة فيه شبه جزير السيناء نتيجة ليه تدشين وتأسيس بنية تحتية ما سبقتش قبل كده فيه عقود مضت في الماضي وبالتالي تنمية هي تنمية شاملة وجزرية وعميقة بحيث أن هي تكون يعني تبسل بنوع من الاستدامة مش بس بنية تحتية لا ده مدن كاملة تم إنشاءها بنتكلم على أكثر من 46 ألف وحدة سكنية بمختلف ألماط العمران سواء كنا بنتكلم على بيوت ريفية أو جدوية أو نمط حضاري أو نصف حضاري للسكن وبالتالي كل وكمان فيه ميزة نسبية لسيناء يعني تم أخذ في الاعتبار في معايير التنمية هو الميزة النسبية لمحور قناة السويس وخليج السويس ومنطق السيناء بالتحديد خصوصا في مجال التعدين ومجال الأحضار والمعادن الموجودة في سبه الجزيرة وبالتالي ده يأثر مرة تانية أو هيزود أو هيعزز النمو الاقتصادي ومساهمة هذه الرقعة الغالية جدا في الناتج المحلي الإجمالي مهم وإحنا بنتكلم عن الاستثمارات والاستقرار لأهلين في سيناء أكيد هم طبعا ديهم الأولوية في الإقامة وفي عمل حتى مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتنية الصغر كما اهتم جهاز تنمية المشروعات هناك بذلك العديد من أوجه الاستقرار لأهلين في سيناء كيف ترى تلك المشروعات يا دكتور ومهم جدا نتكلم كمان عن توزيع الستمائة مليار كما تم التوضيح من تصريح الحكومة لأولويات أهلين في سيناء نعم هو ما تم خلال الفترة الماضية هو يعني تأسيس كامل للبنية التحتية اللازمة لإحداث التنمية الشمس المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة يعني هتنتقل لي بنسميها كده المستوى التاني من التنمية لو بنتكلم على البنية التحتية فهنلاقي انشتغال الدولة خلال الفترة اللي جاية مش بس في سيناء في مصر عموما على الطرق الفرعية والطرق الخدمية أكتر اللي بتوصل وشرطا للمواصر فبالتالي هستشعر فيها بالبلد كده أو ببساطة جبا الشرع اللي قدام البيت هيتغسف المناطق اللي هي ما فيهاش صرف صحي هيتوصل لها صرف صحي فبالتالي هيقرب أكتر للمواصر مش هيبقى بس خطوط عريبة أو بنتكلم على محاول رئيسية فهيبقى المستوى التاني خلال عشرين خمسة عشرين هو الوصول إلى الخدمات لباب البيت للمناطق اللي هي أولى بالرعاية وهيبقى فيه ده يعني بشكل كبير جدا في المناطق الأولى بالرعاية وخصوصا مع يعني ده هتكامل مع جهود الدولة في ملفات كتيرة من ضمنها كمان الملفات الخاصة بالإسكان والقضاء العشوائيات وبالتالي هيعزز من فرص الميزة النسبية لكل قطاع أو كل إقليم في الجمهورية كلها وبنتكلم مثلا على الحياة البدوية ففيه ميزة نسبية في سيناء فيه يعني ميزة نسبية للسياحة في سيناء فيه ميزة نسبية للنسق أو الثراث اللي موجود في سيناء وبالتالي هيكون فيه اهتمام أكتر خلال الفترة اللي جاية هيستشعر به المواطن الثيناوي هيستشعر به المواطن فيه كل بوزئية أو فيه كل إقليم من أصليم متروك الله طيب يمكن كمان كان يهمنا نحن يعني نلفت الانتباه إلى أنه سيناء التي تحتل ستة في المائة من مساحة نصر عدد سكانها إلى حد كبير قليل ويجب التنمية بقى بالأمن القومي بالعمران أن تكون محور تنمية يعني فكرة أنه يكون التوزيع الجغرافي للسكان أن تكون مناطق جاذبة في سيناء وبالتالي الناس تحب تروح تعيش هناك أن يكونوا من أهالي سيناء مش فقط المقيمين حاليا هذا أمر مهم الغاية طيب دكتور عندنا أيضا موضوع تاني يمكن هنكلم معك فيه وهو موضوع طبعا اقتصادي بامتياز من بوابة روزا ليوسف رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أكدت ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لعادة الإعمار والتنمية أكدت أن مصر بتدعم الاستراتيجية الجديدة التي سيسعى البنك لتنفيذها خلال فترة من عام 2021 حتى 2025 من أجل تحقيق الاقتصاد الأخضر وتنمية المستدامة والتي تتوافق مع رؤى الحكومة المصرية التنموية ده كان خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي في الاجتماع السنوي لمحافظة البنك الأوروبي لعادة الإعمار والتنمية اللي بيضم 71 محافظة لدول عمليات البنك تم اختيار مصر أكبر دولة عمليات خلال عام 2019 للعام الثاني على التوالي كما تم اعتماد الاستراتيجية الجديدة للبنك للفترة من عفواً 2021 إلى 2025 بترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي خفض انبعاثات الكربون لتعزيز الاستدامة البيئية تساوي الفرص وتمكين المرأة وأيضا التحول الرقمي هنحتاج هنا بقى وقفة للترجمة أولا لأنه مرينا بعدد من المصطلحات ياريت لو تلقلنا ضوء على الاقتصاد الأخضر ما هو كمان أكبر دولة عمليات خلال عام 2019 يعني دولة عمليات؟ يعني هو المستهدف من البرامج اللي بيقوم بها البنك كانت مصر هي المستحوزة على جزء كبير جدا وبالتالي هي يعني 19 و20 هي أكبر الدول اللي استفدت من برامج البنك وبالتالي هي ده بالنسبة فيما يتعلق بيه اتجاهات البنك في منطقة دشرة والاقتصاد الأخضر لأن الناس ممكن تفتكروا بقى الدولار يعني الاقتصاد الأخضر هو معني بيه اقتصادات البيئة أو الميول إلى تقليل الانبعاثات من ثاني اكتشف الكربون والتحول إلى الطاقة النظيفة وده يمكن مؤشر مهم جدا بيتاخد فيه مؤشرات التنمية يعني مش بس هي نمو أو تنمية معتمدة على إحداث ديابة في ناشج الإجمالي في الدول لا بياخدوا فيها اعتبره كمان أنه هل الطاقة المستخدمة لهذا الانتاج طاقة نظيفة ولا طاقة تقليدية بتعتمد على التلوث في المعيار ده مصر يعني خطف خطوات كبيرة جدا بنتكلم على محطات يعني يعني انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية طاقة نظيفة نعم بننتكلم على مزارع للرياح أو ما يسمى بيه اتخراج أو انتاج الطاقة من الرياح بننتكلم على الفترة اللي جاية بالتحديد بننتكلم على محطات الضبع النووية ودخولها نتخش الكدمة وبالتالي التحول بشكل كبير جدا إلى الطاقة النظيفة إضافة إلى تحول مصر إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي والغاز طبعا هو أقل انبعاة لثاني أكسير الكربون وبالتالي هو بيتنافس أو بيتفق في بنوط كتيرا جدا مع رؤية الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الكبيرة زي بنك الإعمار الأوروبي وبالتالي نلاقي فيه اتفاق فيه رؤى مبين السياسات التنوية الموجودة عندنا ومبين الدول الموجودة دول الأوروبية تمام دكتور وإحنا بنقول طبعا مهم جدا نتكلم عن الاقتصاد المصري خاصة مع طبطة الاقتصاد العالمي الاقتصاد بالتأكيد بيواجه مشكلة عالمية وده نتيجة تدعيات كورونا لكن من رغم من ده إلى أن تم التوضيح أن مصر حققت تنموان اقتصاديا لهذا العام بنسبة 2% وهي تعتبر من أكثر الدول اللي حققت اقتصاد على مستوى طبعا الدول يعني المشروعات المختلفة مهم نحن نتكلم عن دعم المشروعات القومية وقتع الاتصالات والمتوقع كما تم التصريح 5% هو زيادة النمو للعام المقبل كيف تتوقع زيادة النمو في ظل كل التدعيات اللي بتحصل في ظل كمان الإجراءات اللي بتتخذها مصر في مواجهة كورونا لاستقرار الاقتصاد المصري نعم هو المرحلة اللي جاية عالميا يعني هيعتمد بشكل كبير جدا على الاقتصاد الرقمي وبالتالي هنلاقي انه الدول اللي خدت او قطعت شوط كبير في مجال الاتصالات ودمج الاقتصاد كافة قطاعاته ومؤسساته في الاقتصاد الرقمي هنلاقي ان هي هيكون لها السبب في ان هي تحصل او يعني تحقق نمو بيه اللي حصل خلال كورونا يعني اثبت للعالم كله انه اللي هيخصو قطوات يعني راسخة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحمايتها بشكل قوي جدا وتعزيز معدلات النمو بتاعته هيحصل على او هيحقق معدلات نمو بيه يعني يمكن ضمن المؤشرات بنتكلم على لو 1% تحاول رقمي بيقدي الى 2 من 10% في النمو الاتصال وبالتالي يعني الاعتماد على الاليات الجديدة والادوات الجديدة المعلوماتية الجديدة فهو بمثابة سوق النجاة للمرحلة المقبلة لو حصل على سبيل المثال موجة تانية من كورونا او الى اخر وبالتالي الاقتصادات الناشئة بنتكلم على تراجع وصل لأكثر من 9% 9% في اتوى الناشئة والاقتصادات الناشئة الاقتصاد الماضي حقق موجة بـ 2% صحيح وده اللي تم التصريح بيه احنا بنشكرك ان كنت معنا طبعا دكتور فرج عبدالله الباحث الاقتصادي بجامعة السويس شكرا جزيلا لوجودك معنا